موسيقى سبع الخير أهلا وسهلا بيك وكل مشاهدي كناة الحياة وبعدنا دلوقتي مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج العيادة وعيادتنا النهاردة عيادة السمنة والتغذية العلاجية مستني كل أسئلتك وكل اتصالاتك على الأرقام اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة للي عنده أي سؤال أو استفسار بخصوص السمنة وعلاج السمنة خصوصا أن موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله من المواضيع اللي بتشغل بال ناس كتيرة جدا جدا ودايما بتسئل عليها في العيادة وفي الشارع وأي حد بيهتم الموضوع دايما بيسألني هنعمل إيه في رمضان هنعمل إيه في رمضان كل سنة ونطيبين خلاص رمضان على الأبواب إن شاء الله الأربع أو الخميس اللي جاي هيكون واحد رمضان كل سنة ونطيبين ويرب يعود علينا كلنا وعلى مصر وعلى كل الناس في الدنيا الأيام دي بالخير والبركة والسعادة رمضان بالنسبة للناس اللي بتعمل رجيم بتبقى فترة حرجة شوية أو فترة مختلفة شوية تلاقي الناس بتفكر طب أنا دلوقتي عايز أعمل رجيم ورمضان بصوم فترة طويلة بعد الفطار ببقى مش عارف هاكل إيه واشرب إيه وعمل إيه فهتلاقي ناس في حيرة من أمرها أو بتبقى قلقانة خايفة خصوصا اللي كان بقى له فترة بيعمل رجيم وابتدأ فعلا يخس ويفقد أرقام على الميزان وكمان ابتدأ يفقد أرقام من الكتلة الدهنية الزيادة ونلاقي نجاح ملموس ونجاح ملحوظ فبيبقى خاف جدا أو مؤلق جدا أن فترة رمضان دي بتعمل له نوع من أنواع السبات أو بتعمل له نوع من أنواع الزيادة وفي ناس تانية للأسف بتبقى بصر الموضوع بكل سنة وحركة طيبة دكتور أشوفك إن شاء الله بعد العيد زي ما يكون خلاص كل الشقة الأيام اللي فاتت قبل رمضان والرجيم اللي فات قبل رمضان والتعب ده كله والحرمان ومقاومة الجسم اللي كنا نتكلم دايما عليها أنه ممكن نقعد أسابيع بنعمل الرجيم والجسم مقاوم كأن كل ده فجأة ما بقاش موجود وأيام التعب والحرمان دي ما بقتش موجودة وبسهولة تلاقيهم سابوا الرجيم وسابوا الخطة العلاجية اللي احنا كنا حطينها وبعد ما كانوا خسوا سبعة أو تمانية أو أيا كان الرقم اللي خسوه رجعوه ورجعوا عليه كمان زياد فنقدر نقول إن احنا عايزين نوصل النهاردة رسالة للناس اللي بتعمل رجيم أو كانت بتعمل رجيم قبل رمضان خلي بالكوا إن الرمضان ممكن تبقى فرصة ذهبية وفرصة كويسة جدا جدا إن احنا نخس بس لو حطينا خطوط عريضة اللي هنتكلم عليها في الحلقة النهاردة بس دايما تلاقي اللي خايف إن هو يزيد أو إنه يدخن أو يضيع اللي عمله بيبقى مسنود على جملة أو بيبقى واخد باله من كلمة هو إزاي أنت حرك دايما بتقولي ودايما كل ده كاترة الدايت بتأكد إن الفطار وجبة أساسية وإن الفطار معديش ثلاث ساعات من الصحيان وإن لازم في خلال ثلاث ساعات من الصحيان يكون كلت عشان الحرق يبتدي يشتغل طب منين بنقول ده ومنين احنا بنقعد من ساعة الفجر ساعة ثلاثة أو أربعة الفجر لغاية المغرب تاني يوم يعني حوالي خمستاشر أو ستاشر ساعة صيام بدون أي أكل خالص وبدون أي شرب خالص منين بنقول لازم ناكل عشان نحرق ومنين بنقول ده احنا هنقعد خمستاشر ساعة ما بناكلش فأكيد الحرق هيقل فكده كده هدخن لأ مدام كده كده هدخن يبقى كل ودخن بقى لأ طبعا إحنا بنعمل تعديل في اليوم كله إحنا في حياتنا اليومية الطبعية اليوم في الوجبات الغذائية بيقى متقسم لفطار وغدى وعشا واثنين وجب خفيفة إحنا هنعمل كده برضو بس هنقسم اليوم ده من الفطار لغاية الصحور أو بتكون النتيجة مش زي الأيام العادية لكن في نتيجة وفي نتيجة ملموسة خصوصا لو طبقنا الخطوات اللي هنقلها دي بطريقة احترافية بطريقة سهلة والغلطات اللي كنا بنقع فيها في رمضان بتخليها ندخن وإحنا مش عافية إحنا ندخن ليه هنقولها وهن نتكلم فيها بالتفصيل يعني لازم نبقى عارفين إحنا بنتخليه في رمضان الناس بتزيد في رمضان لكذا سبب فيه أسباب اجتماعية وفيه أسباب غلطات بسبب تعويض اللي بيحصل بعد فترة الصيام الغلطات الاجتماعية إن احنا كلنا عندنا ارتباطات شرطية في رمضان تلاقي الناس بتجيب حلويات بكميات زيادة فيه أكلات معينة ما بتتعملش غير في رمضان تلاقي العزايم دايما عامر عند الكل يا رب تلاقي النهاردة أنا عازم بكرة معزوم عزومة في الشغل عزومة عند قريبي عند الأب أو الأم ودايما متجمعين كلنا في الخير فإحنا لو عملنا اشتراطات معينة للعزومات دي أو للعداد دي هنلاقي نفسنا ما بنتخنش بل على العكس بنخس أول الاشتراطات دي إن أنا لما أجيب حلويات ما أجيبش بكميات كبيرة يعني مش عزي ما أجيب كيلو واثنين كيلو وأقول ما أنا همسك نفسي لا طبعا الحاجة طول ما بتكون قدام الواحد بيلاقي نفسه أوتوماتيك بياخد منها زيادة شوية أو يدوق دي ويدوق الصنف ده نجيب بكميات قليلة مش عيب إن احنا نجيب بكميات قليلة وتكون الكميات على قدنا مش عيب برضو إن أنا لو كنت بعمل رجيم فترة سابقة وخست رقم كويس إن أنا خلي الوجبة المفتوحة بتاعتي أو اليوم المفتوح بتاعي هو يوم العزومة يعني أنا لو بعمل رجيم وبوزن مثلا كل يوم أربع ومتعود إن ناخد الوجبة المفتوحة بتاعتي في الويك اند يوم الخميس أو يوم الجمعة مش عيب إن أنا نخلي العزومة في اليوم ده بحيث إن أنا لو عازم حد أو معزومة عند حد أولا محرجوش ومحرجش نفسي لأن لو واحد بطبعتنا لما منروح عند حد تلاقي بقى بيعزم علينا بزيادة شوية لازم تاكل ده احنا نجمعش غير من السنة للسنة كمان تلاقي دايما جملة رجيم إيه بقى دلوقتي يعني هي جات على الأكلة دي آه هي جات على الأكلة دي فعشان ما أحرجش نفسي أو أحرج الضيف اللي أنا عنده أو اللي هو عندي خلاص أخلي الوجبة المفتوحة بتاعتي في اليوم ده بحيث إن أنا لو كلت أكل زي ما أنا عايز ما حسش بأن أنا محروم خصوصا إن في توكوس معينة ما بتتعملش غير في رمضان سواء في الأكلة أو في الشرب فما حسش إن أنا محروم وفي نفس الوقت أكون مبسوط وفي نفس الوقت ما بوصش الخطة العليجية بتاعتي كمان من ضمن الأسباب الأساسية اللي بتخليها ندخن في رمضان وإحنا مش عارفين إحنا بندخن ليه آه تلاقي ناس بتشرب عصاير كتير جدا وده فعلا ما قدرش ألوم الناس اللي صايمة إن هي بعد ما تفتر تشرب عصاير كتير لإنه طبعا قعدنا فترة 15 أو 16 ساعة مفيش أي سوايل خالص فالجسم داخل في مرحلة جفاف ويحتاج سوايل كمان مفيش أي عناصر غذائية بتتحول لسكر لا حتى ولا فاكهة ولا نشويات فبيحصل هبوط مستوى السكر في الدم فتلاقي الصايم لما بيجي يفتر عايز يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة فتلاقي بيجري على العصاير المعلبة أو العصاير اللي هي فيها سكر عشان نعمل توضيح العصاير اللي هي معلبة اللي بيقى مكتوب عليها نكتار أو مشروب فاكهة كذا أي أن كان النوع إيه هي مش عصير أصلا هي مجرد مية بسكر وطعم الفاكهة اللي مكتوب طعم الفاكهة مش حتى خلاص الفاكهة أو حاجة ده مجرد طعم وشوات مكسبات طعم ومواد حفظة وحاجات تانية كده الإخوة بتاع التصنيع بيحطوها عشان يخلوا الحاجة شكلها حلو وحاجة طعمها حلو هو ده عصير مش أكتر من مجرد أنا بسميه مشروب سكر بطعم مش عصير خالص أنا ممكن أعمل شيفتنج أو أعمل تعديل في المشروب ده إن أنا أخد عصير فرش إن أنا أخد كوباية الخشاف بس الطريقة لايت وده هنتكلم عليه بالتفصيل في النظام اللي هينزل في آخر الحلقة فالتعديل البسيط ده هيعوضني إحساس العطش أو إحساس إن أنا هبطان أو مدروخ أو عايز حاجة مسكرة وممكن أستخدم كمان عشان أرفع مستوى السكر في الدم بسرعة أستخدم عسل النحل دي حاجة الحاجة التالتة ممكن تلاقي في الفترة اللي ما بين الفطار وما بين السحور بعد طبعا وجبة الفطار تلاقي الناس كلها قاعدة قدام التلفزيون أو بقى بتبقى زيارات وعملين يتفرج على المسلسلات والبرامج المشهورة في رمضان وتلاقينا قاعدين وقاعدة قدام التلفزيون بتجوع جدا وبعدين بتجيب نوع من أنواع الزهق شوية هو مش زهق أنا قاعد بتفرج على حاجة عايزة نقنق بقى عايزة تسلف حاجة أروح جايب طبق الحلويات أخد قطعة ولاقي نفسي مبسوط شوية راح أخد قطعة تانية وهكذا 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 فلو حسبت الإجمالي السعرات الحرية اللي الواحد بياخدها في الفترة اللي قدام التلفزيون دي بتلاقي رقم ضخم جدا 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 فبالتالي بنزيد مهم جدا بقى اللي هنتكلم عليه دلوقتي تقسيم الوجبات في رمضان يعني احنا كنا بنقول أن هنقلب اليوم ما بين الفطار للصحور لأن احنا هناخد كذا وجبة أو هنقسم الوجبات الغذائية في الفترة دي كأننا فطرنا وتغدينا وتعشينا أو خدنا كمان الاسناكس بس بدل ما هم متقسمين على مدار اليوم متقسمين من وجبة الفطار لغاية وجبة الصحور نقدر نقسم المراحل دي لخمس مراحل المرحلة الأولى اللي هي مرحلة رفع السكر في الدم بسرعة أو عايزين نجنب نفسنا من الهبوط اللي حاصل بمجرد ما المغرب يأزن نكسر الصيام على ثلاث طمرات أو ثلاث بلحات أولا كمية الأملاح المعدنية وكمية الحديد وكمية السكر اللي موجودة في الطمر أو في البلح هتعوض لنا النقص اللي كان في مستوى السكر في الدم بسبب فترة السيام كمان هيديني احساس بالطاقة أو احساس بالانتعاش أو احساس بالحيوية وده فعلا احنا محتاجينه بعد فترة الستاشر ساعة سيام بس بعد ما اكسر السيام على الثلاث طمرات دول أو الثلاث بلحات ما كلش على طول لا ممكن تصلي المغرب في حدود خمس دقايق أو عشر دقايق بحيث ان احنا بنهيى الجسم للمرحلة التانية المرحلة التانية تبتدي بعد ازان المغرب بخمس أو عشر دقايق عشان الجسم يبتدي ما ياخدش الاكلات اللي هيكلها أو ما ياخدش الوجبة اللي دخلاله دي ويحولها لدهون لان الصيام في حد ذاته يعتبر نوع من انواع الرجيم القاسي يعني هو رجيم ولكن رجيم قاسي شوية وزي ما كنا تكلمنا في حلقات سابقة ان الرجيم القاسي على قد ما هو بيجيب معدلات في نزول الوزن وبيخلي الجسم ينزل لكن بيدخل الجسم في حالة أو بيدخل الجسم في حاجة اسمها السترفيشن مود أو مود المجاعة أو يتقال عليها ببساطة ميكانيكية التغزين والتقنين تغزين وتقنين تقنين يعني بيقلل من معدلات الاستهلاك أو من معدلات الحرق بيقنن واحد بيوفر أو بيحوش لان كمية الاكل اللي دخلها لقليلة لا ده مش كمية الاكل اللي دخلها لقليلة بس لا ده 16 ساعة ما بيأكلش خالص فعايز يخزن جدا الاكل اللي داخل وعايز يقنن كمان في استهلاكه فحتى لو الواحد بيأكل قليل لكن لو ما كلش بالتقسيمة اللي هنقولها هتلاقي الاكل ده أوتوماتيك بيتحول لدهون لانه معدل حرق بيقل كنا قولنا المرحلة الاولى اللي هي كسر الصيام على 3 تمرات المرحلة التانية اللي هي بقى طبق الشربة الدافية ولازم تبقى شربة دافية عشان تبتلي تهيأ الجهاز الهضمي أو تبتلي تهيأ المعدة إن هي هتستقبل وجبان يبقى 3 تمرات وبعد كده طبق شربة دافية ولكن أنه ينوع من أنواع الشربة هو ده اللي هيفيدنا عشان ننقص وزننا ونحافظ على الوزن اللي خاصناها في الفترة اللي فاتت بنفضل أكتر الشربة اللايت أو الشربة الدايت يعني ممكن تبقى شربة فراخ مسلوقة أو لحمة مسلوقة لكن تكون مبيتة يوم في التلاجة عشان بيتكون عليها طبق الدهون أقدر أشيلها بالمعلقة فاستخدم الشربة دي بكمية زيادة أو بالصورة اللي أنا عايزها وممكن أعصر عليها نص لمونة عشان تحلي الطعم بتاعها كمان ممكن أستخدم الشربة دي في عمل لسان عصفور برضو بطريقة ضاية هناخد التليفون ده وهنكمل بقية المراحل بتاعتنا عشان الصيام أستاذ عوالي أهلا بيك أيها السلام عليكم دكتور سلامة الله وبركاته أهلا وسعى أنا إبني عنده سنة بالضبط ربنا يحافظ عليها الله يخليك حصل إن أنا أكلته بصارة 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 فداله أنيميا تكسيرية أنيميا الفول يعني؟ آه أنيميا الفول بسألودي أنيميا تكسيرية يعني كل الدم نزل عن طريق البول آه والحادات تبيه أسبوع صراحة أنا مش عارف أأكله إيه عسل أبيض عسل أسود إيه يرفع أو إيه يوقف التكسير وإيه كمان يعني يعزز لأنه هو الدكتور قال لي مالوش أي أدوية آه عشان سين نصبعين لأنه لعن دم مرتين وخدت كلوكوز وقال لي كتر كلوكوز غلط وكتر الدم غلط لأنه حصل لتضخم في الكبد وتضخم في البنكريان الكلام ده مدام علا ماينفعش يتقال كده كلام مرسل وخلاص لا لازم نوديه الدكتور في المستشفى هو مازال في المستشفى لا أنا خرق ربنا يطمنك عليه ربنا يطمنك عليه لا حضرتك لازم نروح لازم نروح أتفضلي العسل أبيض ده غلط والعسل أسود غلط على فيدن السنة أنا كشفت عند استشاري وكل حاجة بس الصراحة أنا كنت من الصدمة اللي حصلت مش فاكرة أي حاجة وهو ما كتبش في رجلة طريقة العلاج مش فاكرة اللي حصل طيب أرد على حضرتك حالا طبعا مدام أقولها زي ما كنت بأقولك الكلام في الموضوع ده ما ينفعش يتقال كلام على الهواء أو هو مجرد وصفاته خلاص لكن سؤالك المحدد بتاع العسل الأبيض أو العسل الأسود لأ أنت ممكن تستخدمينه العسل الأبيض ما يفضلش العسل الأسود كتير عشان خاطر نسبة السكر فيه العالية تقدر تديله معلقتين عسل أبيض كل يوم ممكن واحدة على الريء وواحدة في نص اليوم لكن عشان تبتلي تعالجي بقى الأنمية التكسيرية عن طريق التغذية طبعا هنحتاج بعض الأدوية ودي اللي هيحددها استشاري الأطفال مع نعمل نظام تغذية مخصوص يكون ملائم لفترة أو لفترة لسن سنة فيريد تروحي لقارب دكتور تغذية جنبك عشان يحدد لك النظام المتوازن المناسب للحالة دي ويكون بالتعاون مع دكتور الأطفال عشان ندي التغذية وندي عناصر الأدوية المهمة لأن كلمة أنيمية تكسيرية دي كلمة مططة قوي هل أنيمية فول وده ظهر لما كل البصار أو كل بقوليات فظهر له موضوع أنيمية الفول ولا هل أنيمية نقص الحديد ولا هل أنيمية نقص الهيموجلوبين ولا 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 يعني فيه أنواع مختلفة كتير من الأنيمية فالنظام التغذية لكل حالة بيختلف حسب الحالة النفسية خصوصا أن السن صغير جدا سن سن سنة فمحتاجي يكون تعامل بحذر شوية هنطلع فاصل وهنرجع نتكلم عن أصول التغذية في رمضان وإزاي نحافظ على الرجيم بتاعنا انتظرونا بعد الفاصل أهلا بيكم مرة تانية وارجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل الفاصل على مراحل الفطار وإزاي نقسم وجبة الإفطار في رمضان لكذا مرحلة أو كذا وجبة كأننا بناكل على كذا مرحلة أو كذا مرة كأنه زي يوم أي عادي بس بدل ما إحنا اليوم بتاعنا في الأيام العادية بادي من الصبح لا إحنا اليوم بتاعنا في رمضان متقسم أو بادي من وجبة الفطار لوجبة الصحور وقلنا أول حاجة للي ما كانش معانا قبل الفاصل إن إحنا بنكسر السيام على ثلاثة مرات وبعد كده ممكن ناخد كوباية عصير فريش أو عصير معمول في البيت أو كوباية الخشاف اللايت اللي هنقولها بالتفصيل في النظام في نهاية الحلقة كمان بعد كده المرحلة التانية إن إحنا ناخد طبق شربة معمولة بطريقة دايت وممكن نستخدم إن إحنا نعمل الشفان أو لسان العصفور ممكن نحمره بنص معلقة زيت أو بمعلقة زيت واحدة في الحلة ونستخدم الشربة بحيث إن الشربة الدافية دي تبتلي تهدي جدار المعدة والجهاز الهضم يبتلي يستعد أو يبتلي يتهيأ إنه هيستقبل وجبة أساسية نقدر نقول إن ما بين المرحلة الأولى ومرحلة التانية خمس دقائق أو عشر دقائق عايزين برضو ما بين المرحلة التانية أو المرحلة التالتة برضو حوالي خمس دقائق دا هيفدنا في جزئيتين الجزئية الأولى عشان هرمون الشبع يبتدي يفرز لإن عملية الشبع بتحصل على الأقل في عشرين دقيقة فلو أنا كلت الوجبة بتاعتي في مدة العشرين دقيقة أو أكتر هشبع بدري فبالتالي هاكل الأقل خصوصا لو دا يوم مفتوح أو هاكل الوجبة مفتوحة أو اليوم رمضان مثلا فالعيلة كلها متجمعها وهاكل زي ما أنا عايز فلو كلت بالتأسيمة دي هاكل الأصناف اللي أنا عايزها بس هاكل أليل فبالتالي مش هزيد في الوزن أو مش هدخل المرحلة التالتة اللي تبتدي برضو بعد خمس دقائق من طبق الشربة بيفضل طبق الخضار أو طبق الصلطة وده ممكن يتعامل بكذا طريقة ممكن الخضار يكون مشوي في الفرن ممكن يكون معمول سوتية ممكن يكون معمول على الجريل والخضار هنا دوره مهم جدا جدا مش مجرد عشان يملى فراغ المعدة زي ما كنا بنقول في أنظمة الرجيم السابقة أو أنظمة الحلقات السابقة لا ده مهم جدا لأن الخضار هنا هو الغني بالأملاح المعدنية والأملاح المعدنية إحنا محتاجينها في الفترة ما بعد الفطار لأن طبعا الصيام مع الحر الجسم الواحد بيعرق كتير فبيفقد كتير من الأملاح المعدنية مع العرق فمحتاجه أنه يعود ده عشان يقلق إحساس الهبوط لأن الهبوط مش هبوط في مستوى السكر بس نقص الأملاح المعدنية بيعمل لنا هبوط نقص كمية السويل أو الميا بيعمل لنا هبوط معك كمان نقص السكر بيعملنا هبوط فإحنا السكر حلناه بالطمر نقص الأملاحة المعدنية هنحله بطبق الخضار وممكن يتعامل بأي طريقة كل واحد زي ما هو عايز ممكن يعمله طاجن في الفرن أو مشوي زي ما قولنا بس المهم يبقى فيه كمية خضار كافية وكمية ألياف كافية موجودة في الخضار عشان برضو ما يحصلناش امساك نتيجة فترة السيام الطويلة المرحلة الرابعة اللي هي بتكون الطبق الرئيسي أو الوجبة الأساسية برضو تبتدي بخمس دقائق من بعد طبق الخضار يعني لو احنا عاديين متجمعين على الصفرة وما بين كل مرحلة ومرحلة مش هقوم وعاوض يعني لا أنا هاوض ديئتين كأيني ما باكلش أم ما باعملش حاجة هيبتدي الجسم يتهيأ ويلغي تماما ميكانيكية التخزين والتقنين اللي كنا قلناها قبل الفاصل لأن الغاية الميكانيكية دي هو اللي هيضمن لنا أن تقسيمة الوجبات أو الوجبة اللي احنا بنقولها لما تتقسم الجسم هيبتدي يستهلكها الجسم هيبتدي يحرقها الجسم نسي كأنه صايم فيبتدي ينزل في الوزن وعلى الأقل لو ما قدرناش ننزل بالأرقام الكبيرة يبقى زي ما دخلنا من رمضان نطلع منه فما نلاقيش نفسنا زدنا في الزيادة في الوزن أو ضيعنا جزء من اللي احنا كنا خسيناه المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الطبق الرئيسي اللي هي بتكون متكونة من حاجتين طبق أو صنف نشويات مركبة ممكن يبقى رز ممكن يبقى مكارونا ممكن يبقى بطاطس وممكن يكون نستخدم هنا الرز البني أو المكارونا البني لأن كمية النشويات اللي فيهم هي نشويات مركبة أكتر كمان كأحساس الشبع بيحصل بسببهم بيكون مدة طويلة كمان ممكن نستخدم صنف بروتين وده هيبقى مشروح بالتفصيل في النظام آخر الحلقة احنا بس بندي التأسيمة صنف البروتين سواء لحمة أو فراخ أو سمك ولو إن ناس كتيرة ما متفضلش أكل السمك في رمضان عشان إحساس العطش اللي بيحصل زيادة ولكن نحاول مرة أو مرتين طول الشهر يكون فيه أسماك عشان الأوميجا ثري اللي بيكون مفيد لنا جدا جدا عشان نشاط الدماغ أو زيادة التركيز وتقليل الكوليسترول وأعتقد إن احنا هنكون محتاجين نشاط الدماغ وزيادة التركيز بصورة أكتر عشان فترة الصيام اللي بتكون لو الواحد بيشتغل أو لسه مخلطسي متحانات أو في الحياة اليومية الناس تقدر تشتغل بصورة أفضل أو تشتغل بكفاءة أفضل عايزين بقى المرحلة دي لو قدرنا لو قدرنا أن المرحلة الرابعة تكون بعد ساعة أو ساعتين من الثلاث مراحل قبل كده والناس هنا مقسومة نصين في جزء إن الناس يقولك أنا بس مجرد ما المغري بيأزن الثلاث تمرات وكوب باية العصير وطبق الشربة وكون قفلت على كده مش قادر أكل ممكن بعدها بساعتين أبتدي أكل ودي هنا ميزة كويسة جدا جدا بالعكس دي هتساعدنا إن جزئية التخزين والتقنين دي كأنها ما بقتش موجودة بقى خالص لإن إحنا كأننا فطرنا وبعد كده خدنا السناك والوجبة الأساسية أو اللي هو الطبق الرئيسي بعد ساعتين من وجبة الفطار أو اللي هو كسر الصيام فبالتالي الجسم هيتنقشط في الحرق كويس جدا جدا وفي نص تاني إن الناس مبيقدرش بيبقى خلاص جعان جدا وعايز يأكل وما بيكفهوش طبق الصلطة أو الخضار أو الطمر أو التأسيمة اللي قلناها فبقى عايز يأكل الوجبة الأساسية على طول اللي يقدر إنه يؤجل الوجبة الأساسية أو اللي هو الطبق الرئيسي لبعد صلاة التراويح أو بعد المغرب بساعتين أو ثلاثة ده كده يبقى كويس جدا إنه ما يقدرش خلاص يقسم الخمس دقائق أو العشر دقائق زي ما كنا منشرح من دقائق الوجبة الأساسية هنا مهم جدا إنه بفيها صنف نشويات مركب ومهم جدا جدا إنه بفيها بروتين عشان نعود استهلاك الأنسجة والتكسير اللي ممكن يحصل في العضلات نتيجة فترة الصيام الطويلة ما نكتفيش بنشويات بس وما نكتفيش ببروتينات بس لازم نعمل الميكسنج ما بين ده ومن ده خصوصا للناس اللي بتعمل دايت لإنه لو ما بيخدش الكمية الكافية من النشويات وما بيخدش الكمية الكافية من البروتينات وأنا بعمل رجيم في رمضان الجسم هيبتلي يكسر في العضلات عشان يخدها كمصدر للطاقة وأنا مش عايز تكسير في العضلات يحصل أنا عايز التكسير يحصل في الدهون المرحلة الخامسة اللي هي بتكون الحاجة الحلوة أو التحلية وزي ما كنا بنقول في بداية الحلقة في حاجات معينة ما بتتجابش غير في رمضان زي الأطايف زي الكنافة والبزبوسة الطلب عليها بيزيد أو إحنا تعودنا إن احنا نكلها زيادة في رمضان دي ياريت تكون بعد الوجبة أو الطبق الرئيسي سواء خدناه بعد تلت ساعة من المغرب زي ما قلنا التقسيمة أو بعد ساعتين من المغرب نخدها بعدها بساعة أو ساعتين عشان ما يزيدش عندنا إحساس عسر الهضم أو إحساس التخمة اللي بيحصل بسبب إننا لو كانت حاجة حلوة بعد الأكل على طول لأنه بيحصل تخمر للأكل في المعدة فبالتالي بيحصل عسر هضم وممكن للناس اللي عندها مشاكل في القولون أو مشاكل في المعدة الموضوع يتطور ويدخل في مشكلة أكبر فنحاول نفصل حتى لو هاكل سمرت فاكهة أو هاخد فواكه مجففة مثلا زي المشمشية أو زي الأرسية لأ تكون بعد الوجبة الأساسية بساعتين على الآل كمان سؤال بيتسألنا بيكون مهم جدا جدا وبيدور في دماغ ناس كتير من اللي بتعمل الدايت في رمضان ألعب رياضة إمتى ألعب قبل الفطار وألعب بعد الفطار وألعب بعد الفجر تلاقي الناس محتارة يعني مش عارفين يعملوا إيه والله الرياضة أفضل وقت ليها للي يقدر يكون قبل المغرب بنصف ساعة أو ساعة لكن مثلا لو واحد مريض سكر أو حد كبير في السن أو واحد صحته يدوب بيصوم بالعافية أو بيصوم على قده مش قادر يعمل أي مجهود أو سنه كبير شوية مش قادر يعمل مجهود قبل الفطار لأن نخلي الرياضة بعد الفطار وهنشرح ده فويده إيه وده فويده إيه واللي يقدر يعمل ميكسا من الاتنين حتى لو مدوا ليلة هنا ومدوا ليلة هنا ده بيكون أفضل حاجة لو أنا لعبت الرياضة قبل المغرب بنصف ساعة أو ساعة أنا كده عندي أفضل فرصة للحرق الدهون على طول حتى لو بعد المغرب زودت شوية في الأكل أنا هكون حرقت أو هكون استهلكت كمية كبيرة من الدهون قبل الفطار لأن زي ما كنا شرحنا قبل كده في الحلقة بتاعة معدل الحرق إن أنا لما باجي أستهلك طاقة نقصاني لو أنا باكل كميات أكله قليلة وعايز مصدر للطاقة يعوضني المجهود اللي أنا بعمله إحنا الحرق بيحصل على كذا مرحلة المرحلة الأولى السكر أو الجلوكوزي اللي موجود في الدم المرحلة الثانية الجليكوجين اللي موجود في الكبد المرحلة الثالثة اللي هي الدهون المتخزينة تحت الجلد لما إحنا بنكون صايمين ونلعب الرياضة قبل المغرب على طول إحنا عندنا المرحلة الأولى دي أو النغزة الأولين ده مش موجود خالص مفيش مستوى سكر في الدم خالص يا دوب الجسم بيبتلي يدخل على الجلوكوزي مع الدهون المتخزينة تحت الجلد على طول فبالتالي بيستهلك قدر كبير من الدهون فبالتالي بيخص أفضل عشان كده بيفضل إن الرياضة تكون قبل الفطار بنص ساعة أو ساعة بس ده اللي يقدر طب لو أنا ما أقدرش أو ما عنديش وقت أو يا دوب شغلي بخلص قبل المغرب على طول فبروح قبل مرايح شوية وبعد كده يبقى وجبة الفطار يبقى أنا ألعب الرياضة هنا بعد الفطار بساعتين وفي الحالة دي هتدينا برضو نتيجة كويسة فرفع معدل الحرق آه مش زي ما يكون قبل الفطار ولكن هيبقى مهم جدا إنها تبقى بعد ساعتين أو ثلاثة من الوجبة الأساسية أو وجبة الفطار حسب أنا خدتها إمتى ده هيقلل معايا من الإحساس بالتخمة أو إحساس بالإرهاق وهيزود معنا تصريف السعرات الحرية اللي هتكون دخلت لنا في فترة المغرب أو في فترة الفطار فالليه يقدر يقسم الرياضة عندنا ربع ساعة هنا وربع ساعة هنا أو عشر دقيق هنا وعشر دقيق هنا قبل أو بعد الفطار والله كل واحد على حسب ما قدرته إن شاء الله نلاقي حاجة كويسة ونتيجة كويسة كمان من ضمن الأسئلة اللي كتير بنقابلها أو كتير بتشوفها ومنتسئلها الحلويات إيه الحلويات اللي أكلها في رمضان وكل منها قد إيه وإيه الكميات أو الأصناف اللي أقدر أزود منها لإن إحساس الحاجة الحلوة أو الاحتياج لحاجة مسكرة بيزيد شوية في فترة رمضان أو بيزيد شوية في الفترة ما بعد الصيام وله طبعا ليه سببين فيه سبب علمي وفيه ارتباط شرطي الارتباط الشرطي اللي هو أنا تعودت إن أنا كل سنة بروح محل معين بجيب نوع معين من الحلويات كل سنة في رمضان دي عادة هتلاقي حتى دايما مثلا تلاقي لو مثلا لسه أب جديد أو لسه متجوز جديد وقولك أنا كان والدي بياخدني بنجيب من المحل ده فأنا كمان عايز أعمل كده أو ده أنا في محل معين بتعود منه أجيب حاجة كل سنة بقولها في رمضان بس فأوتوماتيك بتلاقينا بنجري على الحاجة دي أو بنجيب الحاجة دي ده رقم واحد رقم اتنين السبب الفيسيولوجي أو الاحتياج الفيسيولوجي طبعا كمية السكريات اللي بتدخل أو كمية الأكلات اللي بتحول لسكر في فترة المغرب لغاية الصحور ما بتكونش زي الأيام العادية اللي ما بيكون فطار وغدع وعشا واثنين سناكس إقبالنا على الفكهة بيكون أقل شوية فالجسم بيحتاج سكر أكتر بالإضافة أن أنا صايم فترة طويلة ما بفيش أي سكر في دمي فبلقي نفسي عايز أخد حاجة مسكرة أو أخد حاجة حلوة هنا بنحدد الحلويات لكذا مرحلة أو كذا حاجة للناس اللي بتعمل رجيم طبعا ده كلامي كله متوجه أو الناس اللي كانت بتخصها قبل الرمضان ومش عايزة تدخن وعايزة تحافظ على وزنها أنا أقدر أخد حلويات اللي هي العادية البسبوسة الكنافة الأطايف بس تبقى بحساب مرتين أو ثلاثة في الأسبوع ويفضل إن هي تكون يوم بعد يوم يعني مش أخد مثلا ثلاثة يام واربعا وباية الأسبوع مخدش لإني ممكن ما أقدرش أصمد لنهاية الأسبوع فأنا بأخد يوم آ ويوم لا وحجم الحلويات نفسه بيفرق أنا مش لنا زي ما كنت بقول في بداية الحلقة مش اللي هو أجيب طبع وقول ما أنا هاخد بقى ثلاث مرات أكل زي ما أنا عايز لا بنحددها بحجم الأربع صوابع يبقى قطعة قد الأربع صوابع يبقى اسمنا كلنا الحاجة اللي بنحبها كلنا حاجة تضينا تعويض على نقص السكر وفي نفس الوقت ما عملتناش زيادة في الوزن أو ما سببتناش سمنة أو على الأقل ما خسرناش اللي كنا حقيقناه في فترة ما قبل رمضان كمان في بعض الأصناف نقدر ممكن ناخد منها شوية زيادة تديني برضو إحساس بالحاجة المسكرة أو بالحاجة الحلوة وفي نفس الوقت ما عتملناش سمنة ده بل على العكس هتفدنا لو إحنا عايزين نقص وزننا زي ما كنت بقول في ناس كتيرة بتنسى الفكهة أو بتبقى مكسلة إن هي تمسك تفاحة تاكلها أو صمرة موز مثلا تاكلها لأ إحنا ممكن نعمل فروت صلاة بطريقة لطيفة جدا إن إحنا نقطع خمس أو ستة قطع كنتلوب مع نص تفاحة مع نص موزة مع اتنين فراولة مع حبايتين أنا ناس وممكن نحليهم بمعلاقة عسل ده لو أنا خدته بعد الفطار بساعتين اداني إحساس الحاجة المسكرة اللي أنا محتاجه بس هنا محتاج إن الشخص نفسه أو المريض نفسه يكون قاعد مع نفسه أجل رمضان ومستعد نفسيا أو يهيأ نفسه نفسيا للجزئية دي لأن دي محتاجة تعديل في السلوك وتأهيل في السلوك مش مجرد إنه يلتزم بيها وخلاص لازم يبقى مقتنع إن اللي بيعمله ده هيقلل معاه من احتياجه للمواد السكرية أو لسكريات اللي بيعمله ده هيديله إحساس بالشاب على فترة طويلة اللي بيعمله ده هيخليه حافظ على اللي كان حققه قبل رمضان وفي نفس الوقت ما يضيعش مجهوده اللي تعمل بل على العكس استفيد من فترة الصيام دي إنه يكمل ريجيم ويكمل خساسين دي جزئية كمان ممكن أستخدم الرز بلبن بالطريقة الدايت أو بالطريقة اللايت الرز بلبن بيتعامل من نشا ورز ولبن وسكر أنا ممكن أستخدع عن النشا أو أحط نص معلقة صغيرة أو حاجة صغيرة جدا واللبن ممكن يتعامل لبن خليد دسم السكر ممكن يستخدم بداية السكر خالية من الأسبرتام زي مادة السكرالوز أيا كان اسمها في الأسواق إيه فيبقى أنا كده السكر عملت له تعديل بقى سكر دايت أو سكر بدون سعرات حرقية اللبن بقى لبن خليد دسم النشا ما بقاش موجود أو خدت منه كميات قليلة ولو طبق رز بلبن هتلاقي كمية الرز اللي فيه لا تتعدى النص معلقة مجروشة فيبقى برضه كانت حاجة طعمها حلو حاجة مرتبة لو موجودة في التلاجة هتديني إحساس بالترتيب وإحساس بإن الواحد خد حاجة طعمها جميل وفي نفس الوقت ما بواسطش الرجيم أو النظام اللي أنا عمله كمان ممكن نستخدم الجلي بالفواكه بس طبعا مش أي كمية من الجلي هي كاسة واحدة متوسط السعرات الحرارة اللي فيها بيكون حوالي 60 سعر حراري وممكن أقطع عليها قطع طفاح أو قطع موز برضه عشان يبقى حجم الكاس أو حجم الطبق نفسه كبير فيديني إحساس إن أنا كلت برضه حاجة حلوة وحاجة بسكرة وفي نفس الوقت ما بواسطش الرجيم اللي أنا عمله كمان من الجزئيات المهمة غير الرياضة وغير الحلويات وغير تقسيم الوجبات المشروبات والعصائر كنت أقول لها في بداية الحلقة ناس كتيرة بتقول لك ما تدينيش أكل بس تديني عصائر بقى أنا أفضل أشرب في عصائر ما فيش أي مشكلة خالص ده أنا بشرب وتلاقي ناس بتتباهى بقى ده أنا وقت المغرب بشرب شفشاقين عصير منجة ده أنا وقت المغرب ممكن نشرب شفشاقين مش عارف عصير إيه طبعا ده مش مزبوط خصوصا للناس اللي مهتمة أو إن هي عايزة تخس لا إحنا هنشرب عصائر بس هنعمل لها تعديل أو هنشرب سوائل وهنعمل لها تعديل إحنا كنا حددنا وقلنا إن إحنا ممكن نشرب كباية عصير معمولة بطريقة فرش أو معصورة في البيت كممكن نستخدم بقى المشروبات الرمضانية اللي غالبا بننساها طول السنة ومنفتكرها شغل في رمضان بس بس برضو ليها خطوط أو ليها أساسيات معينة لازم نلتزم بيها المشروبات دي هنقولها بالتفصيل بس تستنونا بعد الفاصل هنتكلم على المشروبات وفوائدها وإزاي نستخدمها في رمضان انتظرونا بعد الفاصل أهلا وسهلا بيكم ورجعنا لكم مرة تانية من بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل الفاصل أو كنا لسه هنتكلم على المشروبات الرمضانية وان كتير بنسمح ان احنا نزود فيها عشان نقلل الإحساس بالهبوط أو الإحساس بالعطش وفي نفس الوقت في بعض المشروبات تعتبر قاهرة للعطش أو اللي هي بتقلل منه جدا بتروي أو بتدي إحساس عالي بالترتيب فبتخلي الواحد يشرب منها كميات محددة عكس بعض العصاير التانية بتخلي الواحد يشرب مايا كتير بيشرب آسف عصاير منها كتير زيادة عن اللزوم طبعا المشروبات الرمضانية للأسف احنا بننساها أو حتى قلنا عليها مشروبات رمضانية لكن هي أساسا مشروبات شعبية أو مشروبات عادية وطبعية وزمان كان في الشوارع أو في محلات العصير الحاجات دي موجودة كل يوم وكل طول السنة قبل اختراع المياه الغذية أو الحاجات اللي هي الكاند أو المتعبية رغم المشروبات دي مش بس بتقلنا إحساس العطش أو بتدينا نوع من نوع الترتيب لا ده كمان كمية السكر اللي فيها بتكون محددة وبعض الأصناف ما بيتضطلهاش سكر خالص وكمان ليها فوايد غذائية مش بس عشان الناس اللي بتعمل رجيم أو بتحتمل بالرجيم أول حاجة العرقسوس المشروب الشعبي الأشهر اللي كان بيتباع في الشوارع طول السنين اللي فاتت وفجأة اختفى بيطلع في رمضان ويختفي بعد رمضان ميزة العرقسوس أو اللي هو اسمه الجزر الحلو هو مجرد نبات عجبي طعمه مسكر طعمه حلو ولكن السكر اللي فيه يختلف عن السكريات البسيطة اللي موجودة في السكر اللي بندوبه في الشاي أو في القهوة أو في المشروبات هناخد تليفون أمو ياسين ويهنكمل المشروبات الرمضانية أمو ياسين أهلا بيكي أهلا بحضرتك فضالي فان أنا عاني معاية ويند وبردع وعندهم ستشور كنت عايزة أعرف إزاي يصوم يعني أزود الرضاع أنا ما بياخدوش حاجة بتدقت لسه ببتدي أكل دلوقتي بس حاجات بسيطة تمام حضرتك بتستخدمي لبن صناعي مع لبن الطبيعي رضاع طبيعية رضاع طبيعية يعني كانوا بياخدوصناعي وأطعوه تمام أطعوه واعتمدوا على الطبيعي والحمد لله بيشباعه تمام وزن حضرتك قدية يا مو ياسين نعم وزن حضرتك قدية لا يعني أنا كنت قبل للولادة كنت 110 دلوقتي بقيت 90 90 بمجرد أكشن للولادة ولا بتديني نعمل نظام رجيم في الفترة اللي بعد للولادة لا مجرد بس يعني للولادة تمام فيها أسئلة تاني عند حضرتك ايه فيها أسئلة تاني عند حضرتك لا بس كنت عايزة عرب بس المصوم إزاي عوض الموضوع ده أننا أنا يا حاضر حاضر تحت عمر حضرتك طبعا يا مو ياسين ربنا يخليهم لك وكل سنة وحريك طيبة أنت ممكن تصومي ما فيش أي مشكلة بس هنزود شوية في المشروبات الرمضانية اللي احنا هنقول عليها دي خصوصا لو ضغط عندك منتظم لا بيعلى ولا بيوطى فنقدر نشرب كبايتين على القسوس كل يوم نقدر نشرب كبايتين كركديه كل يوم نقدر نشرب كباية أمر الدين يعني مشروباتها تدينا نوع من نوع الترطيب وكمان زي ما كنا قلنا في حلقة الرضاع قبل كده أن المشروبات أو السوائل هي اللي مطلوبة أكتر عشان خاطر اللي بتردع تبتلي تنزل في الوزن كمان لازم تاخذي كبايتين لبن كل يوم ممكن تقسميهم بقى بعد الفطر بشوية قبل السحور ممكن تقسميهم على مدار اليوم بس يبقى هنا لبن صافي مش محطوط عليه لشاي ولا قهوة ولا أي مشروبات تانية عشان تستفيدي بكمية العناصر الرضاعية اللي موجودة فيه كمان لازم ليك أو لأي حد بيسمعنا في فترة رمضان للصيام أو للصحة عموما لازم ما ننساش المية لإن احنا ممكن نلجأ للعصائر أو مشروباته الرمضانية وننسى المية وإحنا محتاجين المية في صورة المية نفسها من 8 إلى 10 كبات مية كل يوم ونقسمهم على الفترة اللي ما بين الفطار والصحور وممكن النظام اللي هينزل في آخر الحلقة أو خلاص قرب ينزل تقدري تتبعين معانا هتنقصي وزنك ورضاها مش هتتأثر بلا العكس هكون أفضل بإذن الله طيب احنا هناخد الرجيم دلوقتي وهنرجع نكمل المشروبات الرمضانية كله يحضر ورق أو ألم بسرعة الرجيم هيكون معانا على الشاشة حالا النظام بتاعنا طبعا دايما ببني بطريقة الهرم الغذائي وده مناسب لوزن من 90 إلى 110 كيلو أنا موسع الرينج شوية وده معمول بطريقة الفطار والصحور عشان رمضان كل سنة وانطيبين الجزائي الأولانية في الفطار مع سماع أزان المغرب ناخد عدد 3 طمر أو اللي هو البلح فيه ناس بتاقده كده فيه ناس بتبله في مياه فيه ناس بتحطه في لبن كل واحد زي ما هو عايز بس طبعا للناس اللي بتعمل الرجيم لازم يكون اللبن خالي الدسم أو على الأقل نص دسم ولو ما كناش هناخد سكر أو عسل على كوباية الخشاف اللايت ممكن نحلي بيها كل واحد زي ما يحب بعد الفطار لو بعد ما خدنا 3 طمرات بناخد كوباية الخشاف اللايت ومكتوب طريقتها 8 حبات يميش أو مكسرات وطبعا مش 8 حبات من كل نوع 8 حبات متوزعين ما بين المشمشية الأراسية العين الجمل الزبيب اللوز كل واحد زي ما يحب معاهم كوباية لمن خالي الدسم ومعاهم معلقة عسل نحت واللي مش بيحب العسل ممكن ياخد معلقة سكر أو معلقتين من إجمال السكر بتاعنا اللي كنا حددناه قبل كده بتلت معالق في اليوم ممكن ناخد بدل دا لو أنا حبيت أغير أو ما بحبش الخشاف ممكن أاخد كوباية عصير فواكف ريش عصير جوافة عصير طفاح ممكن مرتين في الأسبوع عصير منجا بالسكر المسموح اللي هو تلت معالق زي ما قل بعدها بعشر دقايق زي ما كنا شرحنا في المراحل هناخد الخمس معالق شربة لسانة عصفور أو شربة شوفان أو شربة خضار لللي عايز يغير معاهم طبق خضار مش مشكلة مشوية أو سوتية أو ممكن نعملها في الفرد زي أربع قطع سنبوسك أو قطعة مكرونة بشامل بالطريقة اللايت إن احنا نستخدم اللبن خالي الدسم وبزيت قليل ومعلقة أو معلقتين بس دقيق ونحدد حجم القطع دي حجم الخمس صوابع يعني يعتبر قد الكف أو أصغر شوية واللي مش عايز ده أو ده أو عايز يغير ممكن ياخد تمام صوابع محشي مطبوخين ناي فني أو تمام معالق رزة أو مكرونة وزي ما قلنا الأفضلية للرزة أو المكرونة البني ممكن بعد كده ناخد الثلاثة قطعة فراخ فيلي اللي هي الفراخ البني بس بدل ما هي متحمرة نعملها نقطعها فهيتة معاها فلفل ألوان ونحط عليها توابل ممكن نشويها على الجريل ممكن نحطها في الفرن أو قطعتين لحم أحمر وممكن نستخدم لحم اللي هو بيتعامل بيك بوفتيك برضو يتعامل على الجريل كنوع من أنواع التغيير أو أربع صوابع كفتة مشوية ويفضل أن الكفتة تكون معمولة في البيت عشان تكون ضمنين أن اللحمة المفرومة لحمة حمر بعد الفطار بساعتين على الأقل ناخد قطعة حلويات حجم الأربع صوابع مرتين في الأسبوع أو تلت قطع بطيخ أو تنين سمرت فاكهة أو طبق رز باللبن دايت أو كأس جيلي زي ما شرحنا عندنا الصحور تمام معالق فول بزيت الزتون معاهم كباية زبادي أو خمس معالق جبن قريش واللي مش عايز جبن قريش ممكن يستخدم الفيتا لايت واللي مش عايز دا أو دا ممكن يستخدم بيضة مسلوقة زائد نص رغيف بلدي أو رغيف سن معاهم ترانشات خيار خاص فلف الرومي كابوتشا وممكن نستخدم صلطة الزبادي وصلطة الكل سلوء بالطريقة الدايت اللي كنا قلناها في حلقة الصيف عندنا ملاحظات لازم نشرب من 8 إلى 10 كبهات مياه كل يوم في الفترة بين الفطار والسحور المشي نص ساعة وممكن هنا نقسمه ربع ساعة قبل الفطار وربع ساعة بعد الفطار بساعتين وعندنا لو حسينا أن احنا جعانين بين الفطار والسحور ممكن نشرب وحدة لبن رايب أو 2 زبادي وده كمان هيفرق معانا أنه يريح الجهاز الهضمي ويعمل ترتيب للجهاز الهضمي عشان حجم الوجبات بيبقى كبير على المدة الزمنية ولو حسينا أن احنا عطشانين ممكن نشرب عرقسوس كركدي خروب دوم طمر هندي بالسكر الدايت وكل سنوان طيبين كنا بنقول قبل النظام الغذائي المشروبات الرمضانية وكنا بنشرح العرقسوس بس العرقسوس لازم مرضى الضغط العالي أو المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب بالكتير ياخدوا كباية كل يوم أو كل يومين ولازم يقيسوا الضغط بانتظام لأن فيه ناس بتبقى حساسة جدا هو طبعا العرقسوس من المشروبات اللي ممكن تعمل لنا ردفع في الضغط بس فيه ناس ممكن تبقى حساسة حتى الكباية الوحدة ترفع معاها الضغط مع أن كمان فترة الصيام مدة طويلة وانا مش باخد كميات كافية من المية فيما بين الوقت اللي ما بين الفطار وما بين الصحور فممكن الضغط يعلى معايا أو السوايل تتحبس عشان كده تلاقي كتير من مرضى الضغط بيورموا فترة الصيام فنخلي بالنا أن العرقسوس مرة واحدة بس في اليوم لمرضى الضغط أو مرة كل يومين حسب الحالة لكن لو أنا ما بشتكيش أن الضغط التعب يعلى ممكن أشهر مرتين أو ثلاثة ميزة كمان العرقسوس غير أنه هو مرطب وقاهر للعطش كمان مستو أن تركبته الكيميائية نسبة النشويات اللي فيه أو الكربوهيدريت اللي فيه بتكون مختلفة في التركيب عن السكر العادي فما بيرفعش عندنا مستوى السكر في الدم بسرعة فبالتالي ما يخليش الجسم يفرس كمية زيادة من الإنسولين فبالتالي ما يعملناش سمنة فنقدر نشربه مرتين أو ثلاثة في اليوم ومش بحتاج أنه يضف له سكر لأنه هو طعمه مقبول ومسكر كمان المشروبات الرمضانية الشهيرة جدا جدا الكركدي وده برضو عكس بقى لو أنا ضغط الدم عندي بيعلق أقدر أشرب الكركدي زيادة شوية لكن لو بيجي لهبوط في الضغط ما أشربوش غير مرة واحدة كل ثلاثة أيام أو لو قدرت أمنعه بيكون أفضل لأنه بيقلل من مستوى الضغط الدم كمان إحنا هنا الكركدي لازم نحليه بسكر بديل نحليه بسكر خالي من الأسبرتام نقدر نشرب منه كوبايتين أو ثلاثة للناس اللي هي بتشرب شفشاين أو بطبقه مبسوطة قوي إنها بتقول أنا بشرب كتير قوي لا تشرب الكركدي زي ما هي عايزة ما فيش أي مشكلة كمان عندنا أمر الدين أمر الدين طبعا هو معمول من المشمش والمشمش مفيد جدا جدا عشان نقص البوتاسيوم اللي بيحصل في فترة الصيام نتيجة إن الواحد بيعرق زيادة عن اللزوم فكتير من أملاح المعدنية بتخرج فأقدر أستخدم أمر الدين كمان نقدر نستخدم اللمون بالسكر الدايت بس ده يكون رقم ثلاثة أو رقم أربعة عشان ما يبقاش اللمون جاي على معدى فضية فالواحد يحصل له تهيج في الجهاز الهضمي أو في المعدة فيحصل لنا مبادئ قرح أو يحس إن الواحد إنه تعبان أو فيه مشاكل بتحصل في المعدة فإحنا لو خدنا كباية من ده وكباية من ده وكباية من ده هيبقى عملنا الترتيب المطلوب خدنا احتياجاتنا وفي نفس الوقت ما زدناش في الوزن أتمنى ليكم كلكم كل سنة ونطيبين ويكون رمضان مبارك ويعيده عليكم دايما بالأيام والخير وياريت نكون كل الناس المهتمة بالرجيم وإنها تنقص وزنها تكون اتبعت أو شافت الحلقة بتاعتنا النهاردة عشان تطبق كل النصايح اللي احنا قلناها ونتقابل على خير إن شاء الله في حلقات قريبة من برنامجكم برنامج العيادة